السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي وبناتي طلبة الصف الاول الثانيو. اهلا ومرحبا بكم في منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم مع مادة الانتجريتد ساينز. ان شاء الله النهاردة هنكمل من درس بس احنا اخدناه اللي فات من منظور الفيزيكس. طيب يا طرق ايه بقى تأثير ده على ندخل بقى على الانتجريشن ان شاء الله النهاردة في نهاية الانتجريشن ده هنبقى عارفنا ازاي المارين ارجنزمس احنا عارفين عندنا او الاكواتيك او دي بتبقى موجودة في الووتر. فيطرى الووتر كل يعني البرشور كل ما بننزل تحت بيزيد. يطرى ايه تأثيره ده على البرشور كمان هنشوف عندنا ان فيه نوعين من الاسماك الاسماك اسماك عظمية واسماك غضروفية. يطرى ايه الفرق بينهم وازاي بتاعهم بيخلوهم مور ادبت مع زير وكمان عندنا هنشوف هل كمان بيساعد ان هي تأدبت مع ده كله ان شاء الله هنشوفه النهاردة. كده من المرة اللي فاتت عندنا احنا اتكلمنا على وشفنا ازاي ان هو الناتج من ضغط المية على اللي موجودة تحتها. يعني المية موجودة المية قريدي لها ده بنسميه عندنا مين الووتر بريشر. هنلاحز كمان ان الووتر بريشر بيزيد مع الدبس. ما اكيد طبعا كل ما نزلنا لتحت هيزيد معنا. اوكي طيب. بيكون عندنا 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 بيساوي يعني الضغط عندنا بتاع المية عند السطح هو هو ضغط الهوى. لان ما فيش لسه تأسير لوزن التاع المية على الكائنات الحية مش متظاهر. يعني بتاع المية لسه متظاهر عندنا فعلى السطح. الضغط اللي موجود عندنا هو بس الاتموسفيري بريشر اللي هو بيساوي اه هنشوف كمان عندنا ان ده كلها معلومات من اللي فات ان الووتر بريشر بيبدأ يزيد عندنا تقريبا اه وان اتموسفير لكل تين متر. يعني كل ما ننزل تحت اه عشرة اه متر. كل تقريبا ما بيزيد اه اله عندنا بمقدار واحد. اه فبالتالي عندنا اه تقريبا بيقل عشر اه بيزيد سوريا عشر اه مرات. ده كانت اه سريعا كده اه بعض المعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي فات. هنجي بقى ونتكلم على الجزء بتاع الباوي بتاعنا وهو ازاي الكائنات الحية اللي عايشة فيه المية. آآ بتقدابت مع ضغط المية ده. آآ ازاي بتقدر تتعايش معها احنا عارفين يعني لو في ضغط عالي علينا حد بيضغط علينا جامد ممكن يحصل رابيتشر. ممكن آآ ننفجر ما نقدرش آآ نتكائف لو الكائنا الحية ما قدرش يتكائف مع الضغط ده. اكيد آآ كانت لب. فبالتالي عندنا آآ ازاي المارين آآ آآ عندنا مع الآآ بريشر. هنلاقي عندنا فيه جميل كده بدأ يظهر معنا هو كمان عندنا آآ هنتكلم على وهنتكلم على آآ وهنتكلم على آآ وهنتكلم عن كل موجودها ايه هو الفايدة بتاعته وموجود فأني نعمل الكائنات الحية ومش موجود او يعني في الاكواتيك ليفنج أرجانيزمس. هل هو موجود في كل الاغواتيك ليفنج أرجانيزمس ولا هو موجود في بعض الكائنات اللي عاشتي في بيئات مختلفة عن البيئات التانية. ده هنبدأ نتكلم عنه عن الضغط. اول حاجة عندنا احنا ممكن نقسم كده للمستويات البحر عندنا لي آآ أو الكائنات اللي بتعيش في البحر تلات مستويات. اول مستوى عندنا يعني احنا افترض كده ان احنا عندنا ده البحر بالمستوى ده هنلاقي ان فيه كائنات عندنا بتعيش على السيربس افزا سي على السطح كده وهنلاقي ان فيه كائنات تانية بتبقى عايشة فين على ابعاد كده ايه متوسطة وهنلاقي كمان ان فيه كائنات تانية بتعيش عندنا في التفس يبقى احنا عندنا هنا في ثلاث انواع من الكائنات الحية كائنات حية بتعيش عندنا في السطح هنا في اسماك كده عايشة في السطح وهنا بتعيش في على اعماط متوسطة وكائنات حية تانية بتعيش في التفس هل يطرى الادابتيشن لي الكائنات اللي عايشة في المنطقة اه او منطقة ا ايه زي اماكن زي الكائنات بتاعة الكائنات الحاية اللي موجودة في المنطقة بي زي اللي موجود فيه المنطقة سين? لا اكيد تبعا احنا اتفقنا عندنا كل ما بننزل لا تحت. ايه اللي بيحصل عندناтобعا كل ما بننزل لا تحت عندينا فيزيد. فبالتالي الكائنات اللي موجودة هنا او الاقوات الموجودة على على مش بتتعرض لضغط عالي. في حين اللي موجودة فيه هنا في المنطقة بي دي الضغط اللي بتتعرض ليه بيبقى متوسط. وهنا في المنطقة سي لا ده الكائنات الحية هنا بتتعرض لضغط عالي جدا. ايه بقى? آآ لي الكائنات الحية دي على حسب العنق بتاعها وحسب اللي هي بيقع عليها. هنلاقي عندنا ان الكائنات الحية اللي موجودة على اللي قريبة من سطح المية عندنا. الضغط اللي واقع عليها قلنا بيبقى بيبقى منخفض طبعا مقارنة من المنطقة تمام? فبالتالي عندنا 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 بيكون يبقى الكائنات الحية اللي بتعيش عندنا في المنطقة ايه? او في قريبة من ده. هي مش محتاجة جسم قوي لاني مش بتتعرض لضغط عالي. تمام? فبالتالي عندنا البضي بتاعها بيبقى سواء كانت تمام? فهي بتكون عندنا بيبقى تاني. الكائنات الحية اللي بتعيش اللي واقع عليها بيبقى ضغط منخفض. فبالتالي عندنا بتاعها بيكون بيبقى ضغط الواقع عليها اقل فبالتالي جسمها بيكون اقل قوة من الكائنات التالية. اللي موجودة عندنا بقى على يعني تقريبا من بتقدبت ازاي عندنا? في عندنا تركيب مهم يجيب دان اسمه بلدر. آآ بلدر كده او كده موجودة في طيب البلدر دي بيبقى موجود فيها ايه? بيبقى موجود جوه. هجازس. طيب بتعمل ايه يا ميس? بتساعد في عملية بتساعد في عملية الطفو وان هي تدي التزان للكائن الحي. طيب يا طرى الكائنات اللي بتعيش فيه الووتر آآ اللي هو انترميديات ديبس ده. زي مين? زي التلابيا ويه السلامون. آآ انت عارفة السمك البولتي ويه السلامون اللي احنا كنا تكلمنا عنه. طيب يا طرى ايه فايدة الاسوم بلدر? قلنا بتساعد على آآ باينسي عملية الطفو ويه كمان عندنا بتعمل بالانس. ليه الكائنات الحية زي التلابيا او زمن آآ سوري سمك البولتي. كمان عندنا فاكرين لما اخدنا المرة اللي فات السلامون وقلنا ازاي عندنا آآ هو بيعمل في عملية بتاعته بين السولت ووتر والفريش ووتر. تمام? مين بيساعده كمان في كده? هي كمان عندنا السويم بلدر. يبقى السويم بلدر ده موجود في اللي بتعيش عندنا في الانترميديات دفس. بيساعدها عندنا في عملية بيساعدها في عملية الطفو والاتزان. زي تلابيا السمك البولتي. وكمان عندنا بيساعد نباتي السلامون في ان هو بيقدر يعمل عملية الميجريشن آآ بتوين السولت ووتر والفريش ووتر. بيبقى ده عندنا مين اللي بتعيش عندنا في الانترميديات دفس. عندها تركيب مهم جدا هو سويم بلدر. تاني احنا اتكلمنا على اللي بتعيش عندنا آآ على القريبة من السوربس. وقلنا ان التركيب بتاعها بيكون آآ بيبقى عندنا آآ التركيب عندنا ما هوش قوي قوي زي الكائنات الحية اللي آآ بتبقى موجودة عندنا في آآ اعماق متوسطة او اعماق كبيرة. ليه? لانه مش بيتعرض لضغط جامد. طيب الكائنات اللي بتعيش عندنا في الانترميديات آآ دفس. لأ هنا بيبدأ يظهر تركيب مهم جدا معانا هو والسويم بلدر. والسويم بلدر ده بيساعد في عملية آآ آآ زي في نباقة في آآ تلابيا. وكمان عندنا بيساعدها كمان في ان هو آآ تقدر آآ تموف بتوين الديفرونت ديبس ادزا مايجريت آآ مايجريت بتوين سيز اند ريفرز. بيتعيش في السيز في الاماكن الملحة وآآ فبتقدر ان هي تسمح لها بان هي تتحرك بين آآ بيتين دول. طيب يا طرى الليفرنج وارجانيزمس بقى اللي موجودة على دبس عالي جدا ممكن يزيد عن 2000 متر. يطر ايه اللي هيساعدها عندنا في ان هي تقدر تتحمل الضغط العالي اللي واقع عليها ده. المنطقة دي ببقى الضغط فيها عالي جدا تمام? فبالتالي بتتميز بايه? بتتميز بيه كومباكت باضي. جسم مضغوط زي احنا شايفين جدا. جسم عندنا كومباكت باضي. كمان عندنا موجود فيها موجودة داخل جسمها. بتساعدها على ان هي تقدر تتحمل ده. يبقى تاني كانت الحية اللي بتعيش عندنا على دبس كبيرة جدا ممكن تزيد عنده 2000 متر. الضغط عندنا بيبقى عالي جدا. فبالتالي بتتميز بيه كومباكت باضي. وكمان عندنا جسمها من الداخل بيحتوي على بروتينز وينترنال فلوتز اللي بيقدر ان هي تخليها تستحمل ده. طب ايه كمان يا ميس? كمان عندنا ان في بعض منها مش بيحتوي على الليسون بلادر. ليه يا ميس? ما احنا عارفين ان الليسون بلادر دي موجود فيها جازس. تخيالي انت معاك بلونة فيها غاز وبتضغطي عليها جامد. ايه اللي هيحصل عندنا? هيبقى نهاية يحصل لها دامتش اه ممكن يحصل لها رابط شرط انفجر اه عندنا. فبالتالي هتأثر على الكائن الحي. فبالتالي بيبقى في كتير من الاكواتيك اه اه اللي موجودة تحت اعماق اه كبيرة. مش بتحتوي على دي. طيب يا ميس مال هي هتتكافز زي بتعمل عندنا تبدأ تزود من كسافة الجسم بتاعها. ليه يا ميس بتزود بتعمل ده? علشان تقدر عشان تقدر تستحمل ده بتبدأ تزود من بتاعتها. زي اللي هو موجود قدامنا ده. ده في حالة انها ما عندهاش طيب لو هي في كائنات تانية بتاعتها بتبقى تحتوي على على سوائل. بدل من موجود فيها جازس بتبقى من موجود فيها فبالتالي تقدر تتحمل الضغط العالي. طب كمان ايه يا ميس عندنا? في منها كمان عندنا الكائنات الحية في الكزئية دي الليفر بتاعها بيبقى لارش اويل ريتش ليفر. يعني الليفر بتاعها بيكون ضخم وبيكون ايلي. طب فايدة الكصة دي ايه عندنا هي ان هو بيزود من عملية اللي هو تقدر تفلوت اند كنترول دبس. بقى تاني الكائنات اللي بتعيش في الجريد دبس عندنا بتتهرض لضغط عالي جدا. فبالتالي في عندها تكايفات كتيرة اللي هي موجودة في ده. اول حاجة عندنا كومباكت بادي ستراكيتشر بيساعدة انها تتحمل الضغط العالي. كمان عندنا فيه اللي بيخليها كان بيخليها اكثر قدرة على انها تتحمل الغاي بريشور. كمان عندنا في منها مش موجود آآ فيها اير بلادرز. فبالتالي بتعمل بتاعتها فتقدر تقوم الغاي بريشور زي آآ كمان عندنا في منها موجود عندها بلادر بس البلادرز دي موجودة فيها بدل الجازز. فده بيخليها آآ مع الغاي بريشور. آآ كمان في منها عندنا فيها آآ عندها آآ بيكون كبير وغني بيء الايل وده بيساعدها ان هي تفلوت آآ دبس. تمام يا شباب? بيبقى احنا اتكلمنا نهارده على الكائنات الحية او وشوفنا عندنا ازاي الزيزي ما فاكرين اهو ادي الرسمة اللي رسمناه في الاول لو اتكلمنا اهو. وقسمنا المناطق عندنا الى منطقة ايه? ومنطقة بي. ودي عندنا اللي بتكون عندنا ومنطقة سي ودي عندنا اللي هي اللي بتبقى خلاص عندنا في اعمق البحار خالص عندنا في اخر الجزئية فيها. اتفقنا عندنا ان اللي موجودة في المنطقة ايه? بتكون ايه يا شباب لو فاكرين? تمام. بتكون عندنا الجسم بتاعتها بتاعها ليس سترونج اه زين اللي موجود في الكائنات اللي تحت. المنطقة بي ظهر عندنا مهمة جدا وهي ودي بتساعده في عملية زي ما موجودة في الاسماك زي زي ما قلنا. وبيتساعد عندنا ان هو يقدر يتحرك بين البقاءات المختلفة زي اللي موجودة عندنا اللي هو موجود بيتنقل بين الريفر. فبتساعده في العملية دي. قلنا بقى المنطقة سي. المنطقة سي طبعا بيتعرض فيها لضغط عالي جدا. فبالتالي الجسم عندنا زي ما قلنا اهو فيه بروتين اند انترنال اه فلودز. اه عشان تساعد ان هو يتحمل الضغط العالي. اه الكائنات اللي مفيش فيها ايه? طبعا دي بتزود بتاعتها. اه ممكن يكون فيها بلادر بس البلادر ده موجود في اه بدل الجازز. فده برضو بيساعدها عندنا. طيب كمان عندنا اه الليفر بتاعها بيبقى لارج وي راتشوز اويل. فده بيساعدها في الفلوت وي كنترول تبس. يبقى شفنا ازاي ان هو واحد هو اللي احنا بنتكلم عنه هو بس النتيجة اللي اختلافه اه من الانترميديات دفس للدفس العالي عندنا ازاي تكايف الكائنات الحية علشان كان مع او اه دي خلصنا كده الحمد لله اول اه طبق معانا النهاردة. اه تاني طبق معانا هو هل كل اسماك اللي موجودة عندنا اه نوعها واحد ولا فيه اختلفات بينهم? فيه اختلفات كتيرة جدا بينهم. فيه عالية جدا جدا في البحار جهز التنوع اللي موجود في البحار بيفوق اللي موجودة عندنا على فبنلاقي نوعين اه من الاسماك مهمين جدا موجودين في البحار. اسماك الهيكل بتاعها بيكون بني بيبقى عضل. ويقول اسماك تانية بيكون الهيكل بتاعها الداخلي هو لا بيكون عضم لا بيكون غضريف. طبعا احنا عندنا عضم وغضريف يعني ايه الفرق بينهم ايه? هقول لك على حاجة بسطة جدا. العضم عندك امسك ايديك كده اصابعك ده عضم. كاي? طيب ايه حط ايدك على منخيرك كده الطرف بتاع منخيرك خالص تلقى حاجة طرية كده هو ده على ودانك من برة. تلقى لأ دي طرية كده وغير خالص العضم اللي موجود في اديك. فبتلقى ده تمام? احنا جسمينا فيه وفيه بونز بس طبعا الكارتليج عندنا ليلة وبقى الغالب بين العضم وبعضه يعني ليه حاجات تانية كده ان شاء الله نبقى ناخدها بعدين. بس علشان تبقى عارف الفرق لان في ناس كتيرية جدا متراشة الفرق بين العضم والغضريف. العضم امسك ايدك على طول. امسك صباع. غضريف امسك طرف منخيرك او ودانك. هتعرف ان دي هي الغضريف. تمام يا شباب? طيب لازم فيه شوية نصالحات كده لاتين احنا عارفين طبعا ان البايو اه علاقة وطيدة اللغة اللاتينية يعني. فهنلاقي عندنا ايه الاسم العلمي بتاعها بتاعها? هو ده الاسم العلمي. مين الكائنات العظمية اللي موجودة عندنا يعني ايه كائنات عظمية يمس خلاص عارفنا ان بتاعها هي الاسماك الهاكل الداخلي بتاعها بيتكون من العزام. طيب احنا عايزين امسك على الموضوع ده هي عندنا والمعت. هده سمك تمام? اللي هو والتلابية. والمالة عندنا اللي هو البوري. تمام? ادى لشكل بتاعها. تمام? اه دول عندنا امسلة ليه او طيب جسمهم طبعا بتاعهم بيتكون من ايه? بيتكون من من عزام. طيب العزام دي ايه? هي حاجة قوية جدا. حط ايه دك? لا ايديك قوية جدا. حط ايديك على طرف مناخيرك او على وديانك. لا دي حاجة طرية. فبالتالي عندنا ده سترونج سابورت. فور زبادي. تمام كده ده تركيلتن بتاعها بيكون قوي جدا. فده بيديلها سترونج سابورت. فبالتالي بتقدر تأدابت مع البريشر العالي. اللي موجود عندنا. يبقى تاني البني فيش او اللي ها اسم تاني اللي هو اه استكتيز. زي التلابية ويه الملط. ويه بتتميز بنهية عزمية. اللي سترونج سابورت. وده بيتسعادا هي ادابت مع بيساعدها في ان هي تقدر تتحرك فيه الماء وكمان اه ان هي ادابت مع نفتكر تاني اهو. ها قلنا يا شباب. البني فيش. السينتفك نمكان بتاعها اسمه ايه? برافو استرونج سابورت. يعني مثال ليها مين عندنا? التلابية ويه الملط. ويه طبعا بتاعها كان تون. ويه كانت الفايدة بتاعتها ان هي بتديها استرونج سابورت ويستابلليتي اجيني سووتر موفبت. بقى تاني سينتفك نين بتاعها استرونج تيز. اجزامبل ليها تلابية السكيلتن بتاعها مصنوع من العظم. وده بيديها استرونج سابورت ولو تلاحظوا اهو احنا لما كن بتاكل سمك اده شكل السكيلتن بتاعها. اده الايه? الجهاز العظمي اه بتاعه. تمام? اللي هو الشوك يا شباب والحاجات اللي احنا بنطلعها من السمك ده. هو ده عندنا مين? السكيلتن للطني فيش. نبص فقا عندنا على الكارتريجنز فيش. الاسماك اللي الهيكل بتاعها بيتكون من آآ غضريف. الاسم بتاعها يسمو اياميس هنا كوندريكتيس. كوندريكتيس. اده عندنا مين? الكارتريج. ناخد بالنا كارتريج سي. كوندريكتيس سي. زي مين عندنا يا ميس? زي الشارك وي اريس. ده عندهم كارتريجنز السكيلتن. السكيلتن بتاعهم بيتكون من غضريف. طب الغضريف دي حاجة كده خفيفة. فبالتالي بت بتخليه عندنا فبالتالي مع الضغط العالي يقدر يستحمل الضغط العالي. آآ تمام? ده بيوضح هنا الشكل بتاع عندنا. آآ وازاي هو تاني بقى نشوف احنا ايه اللي احنا آآ اخدناه بتاع الكارتريجنز فش. قلنا بتاعها ايه? ها كارتليج بدقى بحرف السي. يبقى كوندريكتيسز. اكزامبل عليها قلنا مين? شارك اندريز. السكيلتن بتاعها طبعا. آآ مصنوع من ايه? من الكارتريج. بتتميز بايه شباب? مور فليكسبل وليتر زين بول. آآ اكثر فليكسبلتي من البونز وآ اخف. تاني خاطئت ايديك على ما قدمت من خيرك حاجة فليكسبل اول. لكن ايديك مثلا او كده لأ حاجة هارد ريجد معك كده آآ وانت مسكها. اخر طبق معنا النهاردة يا شباب هو السيليل المنبرين. ايه السيليل المنبرين دايما استنا فاكر حاجة زي كده اخدناها زمان في في ابتدائي. ها. معاي شباب لو فاكرين لما كنا بناخد البلانت سل وي الانيمال سل. قلنا ايه اللي دايما عطول ببقى السايتو بلا. السايتو بلا. السايتو بلازم. هو لمحاوط السايتو بلازم عطيل لو فاكرين كده طب ايه نشوفه كده فاكرين ولا اقه. لو رسمنا بالمنظر ده كده. ورسمنا حاجة بالمنظر ده. ها. فاكرين يا شباب بقى كنا بقى بدأنا نكتب او نرسم الحاجات الداخلية بقى او الفصص دي مش قصتنا دي دلوقتي. بس انا بس عايد افكركم ايه السيليل المنبرين ده. تمام? لما اتكلمنا على كان ده عندنا مين? ده البلازمة آآ او السيليل المنبرين. آآ طيب بالنسبة للبلانت السل لو فاكرين كان الاول ده عندنا هو اللي هو الجداري الخلوي. ومن جوه ده عندنا هو مين? السيليل المنبرين او البلازمة آآ ميمبرين. تمام? ده البلازمة ميمبرين اللي هو بيحيط عندنا بالخلايا. بلازمة ميمبرين او سيليل الميمبرين. آآ احنا بنتكلم على كائنات حية بتعيش في الديبوتر. آآ عايزينها آآ مش عايزين الحاجة تبقى فيها عايزينها آآ فبالتالي آآ في نوع من انواع البروتين اسمه ده بيبقى موجودة عندنا في الميمبرين بتاعة آآ آآ طيب اللي هو بروتين ده بيسمح بإيه ميس؟ بيسمح بيبقى آآ فبي بيخلي الميمبرين عندنا آآ فبيحميه من ان هو يحصله تمام؟ هو بتعرض لضغط آآ عالي فبالتالي البروتين ده عشان يحمي الخلية من هي يحصل لها لو الخلية عندنا الضغط العالي عليها ممكن يحصل لها دامتش او تتكسر او طيب او ممكن هيحصل لها اي خلل مع عنا. لما تبقى الحاجة عندنا بتخليه بتقلل تأسير الضغط عليها. هقول لحضرتك حاجة. قضيتك لو معاك المسطرة. ولو المسطرة معاك آآ اللي هي المطاطية كده وبتقدر تتنيها وتعملها الموضوع بسيط وسهل ومش هيحصل حاجة. لكن لو معاك حاجة قوية وشديدة وجاي بس تتنيها هتلقاها عندنا ايه آآ تتكسر معاك. فهو ده بالزبط. البلازما ميمبرين عندنا قوسيليا للميمبرين بيحتوي على نوع من البروتين اسمه اللايبو بروتين. اللايبو بروتين ده بيدي ليه الميمبرين آآ آآ بيخليها آآ آآ مارنة. فالمورونة بتاعتها ده بتعمل منيمايز للبريشر. اللي تأسير البريشر على السيليل الميمبرين. فبالتالي بتحميه من الدامتر. يبقى تاني نستقر كده. السيل ميمبرين في الديب سي آآ ارجانيزمز. وانه بتحتوي على نوع بروتين مهم جدا اسمه. برافو اللايبو بروتينز. طب ايه هي البنفس بتاعته يا مس؟ انتكري شباب. تمام. كان بيعمل عندنا آآ فليكسيبليتي. بريفينت كلابس اندر بريشر. وريديوث بريشر افكتو انسيل آآ ميمبرين. تمام؟ آآ امبورتنس اوف سيل ميمبرين. بريفينت دامتش بالهاي بريشر. انشور كنتينيوز آآ اف بايتال فنكشن. آآ آآ العاملات الحاويات تنمي من غير اي تأثير عليها. وآآ او ارجانيزمز تو سيرفايف ان ديب سي انفيرومنت. تقدر بتخلي الكائنات راح تقدر تزدهر كده وتعيش في آآ آآ نبدأ بقى ناخد شوية اسئلة كده آآ نشوف دنيتنا معانا ايه وهل فهمنا الجزئية دي ولا لأ? كانت فايديتها ايه شباب? تنفس. كنترول فلوت ولا ستور فود ولا بتعمل عندنا ايه? كانت عندنا كنترول ازا آآ فلوت وي بتخليه عندنا بتساعد على التالانس. ها يا شباب? كارتلتش 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 بات او حرف مين يا شباب? السي. كان الاسم العلمي بتاعها ايه? كوندريكتيسي. كوندريكتيسي الاسماك الغضروفية. السي الممبرين اخر حاجة اخذنا اخر طبك اخذنا النهاردة. كان عندنا علشان يتحمل البريشر. كان موجود في نوع مهم جدا من البروتين اللي بيخليه عندنا الاستيك. هو مين يا شباب? تمام? ليبوبروتينز. هاو دوز السويم بلودر هلب فش لايك سالمون? طبعا هلب ان كنترول بان سي بتساعد عندنا كمان في عملية التنقل بين السيز وريفر السالتووتر و الفرش وتر. ما بيحمي من ايه? كان بيحمي من ايه? من الكلافس. what is the benefits of having a cartiligous skeleton? الكارترج. ايه كانت الفايدة بتاعتها? increased weight. لا طبعا عمس ده هو lighter than bunny. strong support. لا طبعا strong support. ده اكيد البونز. كان بيعمل ايه عندنا? طبعا great flexibility. which of the following isn't a marine organism? adaptation to pressure. ايه من الحاجات دي عندنا? هيش آآ نط قد بالك يعني ناخد بالنا والنبي من الحاجات الغريبة دي لاني دايما البايو بيتحك علينا بالالفاظ دي. ايه من الحاجات دي ما هيش ضمن ال adaptation to pressure? بنقصر في عمره يعني. وبالتالي مجبناش حاجة خالص لبنطول في عمر حد ولا بنقصر في عمر حد. فهو طبعا short in the life span. لكن بنوع من انواع ال adaptation. البنسكيلتن. و اللايبوبوريتين. كل ده طبعا انواع من في ال pressure. how do some fish without swim bladder adapt to high pressure? مش عندها البلدر. لو فاكريني شباب تارية حالة اخدناها عندنا اللي بتعيش في المنطقة قاسيب في المنطقة الدبس الهاي ده. كانت بتعمل ايه عندنا? تمام? بتزود من كساكتها زي الري. على طول من نعمل عينها طبعا هي السويم بلدر. اللي بتساعد في عملية الطفو. طبعا هي السويم بلدر. what happens to water pressure as you? كل ما طبعا بننزل لتحت ايه? اللي بيحصل عندنا ليه? الووتر بريشر. طبعا كل ما بننزل لتحته كل ما ضغط المية آآ بيزيد. why does living organisms in the deep sea require specific physiological adaptation? ليه الكائنات الحية اللي آآ بتعيش فيه الاعماق بتبقى عايزة adaptation. هنلاقي عندنا ان الكائنات الحية اللي بتعيش عندنا في الديب آآ سي بتتعرض لهاي بريشر ولو آآ لايت الاضاءة منخفضة ولو اكسجين. وكمان عندنا لو في النيترنتز المغزيات اللي موجودة قليلة. بس اللي احنا مركزين عنهم في آآ هو الهاي بريشر واللو لايت واللو آآ اكسجين. طيب الهاي الهاي بريشر آآ عملنا لها عندنا ادبت ازاي عندنا? ها? اتكلمنا على الكمباكت بادي. اتكلمنا على البروتينز والانترنال اي فلودز ازاي هي موجودة فيها. اللي هي احنا نتكلم على الكائنات الحية اللي موجودة في الاعمار. قلنا ازاي هي كونتينز كومباكت بادي. آآ البروتين انترنال آآ فلودز. كمان آآ بفيش عندها ايه البلودر? آآ بي تعمل باديد آآ دنستي بتزود الدنستي بتاعتها. ان البلودر عندنا بيبقى موجود فيها آآ بدل الجازز. ان عندنا الليفر بتاعها بيبقى لارج وي ريتش ويز اويل. آآ تاني آآ فاكتور معنا النهاردة هو اللي هو لايت فيش اضاءة. فكاننا بنعملها ازاي? ان هو يبقى عندها او ان عندها عشان تديدكت اي ضوء جاي معاها عندنا تقدر ان هي ايه لو ما فيش اوكسجن حعفين كل ما آآ نسبة الاكسجين اللي بتبقى دايبة في الميا مش آآ كبيرة. وكمان كل ما آآ كاننا في الاعماق بتبقى عندنا ال اوكسجن آآ بيبقى قل. فبالتالي ان هي بتعمل الانكريز البلاد اكسجن كارينج كابيسيتي. البلاد فيزلز بتاعتها بتكون اكتر قدرة على ان هي آآ تزاود البلاد آآ اكسجن آآ كابيسيتي. كمان آآ بيبقى عندها او سبيشيال آآ او سبيشيال آآ استراكيتشار. وكمان قلنا ان هي بتعمل ديكريز للميتابوليك راكشن. كمان يبقى احنا هنا تكلمنا على ال اخطار اللي بتواجه اللي موجودة في الدبس. واتكلمنا ازاي بتادبت معاها وتقدر ان هي تتكايف مع ظروف البيئة دي. انا في السؤال معانا النهاردة. ازاي عندنا آآ في الكائنات اللي عايشة في الدبس. ايه حصل له علشان مع قلنا عندنا موجود في اللي بروتين. اللي بيخليه عندنا بيزود بتاعته. ويبريفنت ميمبراين تو كلابس. وي البروتين ده يبقى اللي بروتين ده بيعمل آآ اول حاجة بيزود الالاستيسيتي بيبريفنت ميمبراين كلابس. ان هو يحصل كلابس للميمبراين. كمان عندنا مينيمايز the impact of pressure on cellular ميمبراين. كل ده ليه to prevent cell damage and ensuring the continuous of vital functions. العاملات الحيوات استمر بانتظام. يبقى تاني. آآ آآ سيليلر ميمبراين. آآ ازاي عندنا آآ بيحصل له موديفكيشن عشان ادابت مع الهاي بريشر. قلنا بموجود فيه نوع مهم جدا من البروتين اللي هو اسمه لايبو بروتين. اللي هو بروتين ده بيديلو ايه؟ بيديلو ببروتين ده كمان منيمايز the impact of pressure on cellular ميمبراين. كل القصص دي ليه؟ to prevent cell damage علشان آآ الخالية ما يحصل لهاش damage. ويه كمان يتأكد ان كل آآ بتتم بصورة مستمرة. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهائة الفستيشن بتاعنا. ارجو انتوا تكون استمتعتوا. اشتركوا في القناة